الطريق الصيار جنجن العلماء قوة كاملة بأبعاد اقتصادية كبيرة عرف تراجعا في وطيرة الأشغال في جزئه الرابط بين ولايتين جيجل وميلة على مسافة 45 كم اليوم لاحظنا تأخر في الإنجاز على مستوى الشركة الإيطالية هذا الشيء عنده أسباب موضوعية وأسباب غير موضوعية أمور ديجة متكفل بها ماليا ننتظر في القريب العاجل يتم تجسيد ما تم الاتفاق عليه لإعادة بعث الأشغال من جديد وبالقوة اللازمة أحسنا كل النقائص الذي عند الشركة الإيطالية وفي هذه الأيام تكون اجتماعات أهمة في المديرية العامة وكذلك حتى على مستوى الوزارة لم يكن مشكلة مالية لكن كان مشكلة مالية في بعض الأشغال نحن نرى مع السيد الوزير والسلطات كذلك العليا دائما في المرسات إنجاز هذا المشروع التنموي الهام سيكون له عدم الأتر في تسهيل حركة المرور والنقل بين ميناء جنجن وباقي ولاية الوطن منفذ جنجن العلمة هو يعتبر شريان الحياة لميناء جنجن وخاصة بهذه حجم التبادلات التي تضاعف من سنة إلى أخرى بحدود 30% هذا المنفذ سيربط بالطريق العابر للصحراء الذي هو بذلك سيكون حلقة وصل ميناء جنجن دول إفريقية إلى أوروبا ودول أوروبية إلى إفريقيا منفذ جنجن العلمة من بين المشاريع الكبرى بمنشآت فنية يعول عليه كثيرا في بعد الحركية الاقتصادية والسياحية بالمنطقة وخلق ديناميكية أكبر في تدفق المبادلات التجارية بين الجزائر وإفريقيا